ازاي السوق عشواء شغالي والاسواق مغلقة طبعا زي ما حاكوا شايفين كده وانا سرعة تحرك كبير جدا من سيد محافظ الجيزة باشكره تاني مع سيد مدر امن الجيزة باشكره تاني زي ما قدام حضراتكو هو التحرك اللي هو يعني جبنا السوق ارضا ما فيش حاجة اسمها سوق عشوائي يشتغل طالما فيه قرار اغلاق للاسواق فكان التحرك من محافظ زي ما قدام حضراتك سريعا احنا تاني بقول دورنا يا جماعة بنوعي ولما يبقى فيه امر غلط بنقول عليه الامر الغلط مهم ان احنا نعرضه وانا احبت دايما المسئولين اللي بيتحركوا ويستجيبوا بسرعة احب الحكاية دي جدا ليه هو بيستجيب ان احنا عملنا شغلنا وكان شغلنا صح واللي احنا عرضناه صحيح وبالتالي كانت الحركة على مستوى اللي احنا عرضناه يعني سيد محافظ مزعلش ده بالعكس ده هو استجاب مش انه زعلان لا انه انتوا عرضتوا صح فاحنا اتحركنا وبالتالي كان الامر اللي قدام حضراتكم كده فانا بشكره تاني على سرعة التحرك وعلى كمان ان احنا في الاخر يا جماعة المناطق العشوائية والحاجات العشوائية مينفعش نستغلها هذه الايام يعني كان ممكن في ايام اخرى السوق ده شغال بقاله عشرين سنة بس ما اقدرش اشغاله دلوقتي زي ما كانت شغال قبل كده لان شغلته دلوقتي لما تشوفوا معانا الفيديوهات قبل وبعد يا مجدي لو موجود قدامك السوق لما شفتوا الظهر والناس قاعدة تصوت تصوت زي ما انا صوتت على الهواء انه ما كانش ينفع يبقى بالحال ده فيه تحذيرات العدوى الوباء انتوا بتعملوا ايه بتنقلوا ايه فكان لازم يبقى الحركة على قدر الحدث اللي احنا عرضنا الظهر النهاردة فلو احنا كمان هنشوف الظهر ايه ودلوقتي ايه تقدروا تعرفوا الفارق ما بين الحركة الظهر كانت فيه فيديوهات تانية فيه فيديوهات تانية اللي كان فيها مصطفة شيمي اللي كان فيها مصطفة شيمي هاتول الفيديو اللي فيه مصطفة شيمي نشوف الاجراءات ده كان بدري كان قبل الزحمة فيه فيديو تاني اللي كان فيه مصطفة ووقت الزحمة اللي هو زي ما نقولك ده ضرب نار اللي هو ما فيش موضع لقدم الشارع كله الناس كلها الاهالي كلهم خدوا يعني الكلام فطبعا زي ما بقول لحاكو فكان القرار اللي هو نقدر نتحرك بهذا الشكل محافظة الجيزة عشان كمان تعمل المنطقة دي تعملها شوية تجميل منطقة فيها عشوائيات جنبها اعتقد فيه مدرسة النحيا دي واللي اعتقد ربما تكون مدرسة دي او كده وبالتالي يبقى على اقل نعمل حتة دي نزرعها نوضبها ننظفها بدل ما هي كانت سوء زحمة بينقل امراض يبقى فيه مشكلة ممكن ناس تداي وناس تزعل لا ما تزعلش حضرتك انا مش جاء عشان اضرك ولا حد يزيك انا جاء عشان احميك انك لا تصاب من المرض انك ما تاخدش العدوى من اي حد فلازم نلتزم في كل مكان وانا بقول احنا بننتقل من محافظات لمحافظات ودائما منشتغل اماكن كديرة خارج القاهرة لانه خارج القاهرة عشان ما حدش يقول ان انتو بتنسوا لا احنا ما بنساش حد واحنا رحنا المكان ده بقناعنا على طلب الناس وروحنا الميدان في اسكندرية بقناعنا على طلب الناس وانا على الهوى يعني كان السيد المحافظة على الهوى وجات لرسائل من اسكندرية قالوا لسوق الميدان شغال دلوقت زحمة رهيبة فقلت لهم لو فضلوا على سوق الميدان شفت السوق كان شكله ايه والسيد المحافظ خد قرار باغلاق السوق ولكن يتم توفير حاجات لنا كمان هنا اهلنا في الجيزة عشان ما نظلمهمش ايضا حتى لو نظلم اهلنا لازم تروح لهم عربيات منافذ تبقى موجودة لانه الناس كمان عايزين يعيشوا وعايزين ياكلوا ويشتروا ياخدوا السلع بتاعتهم تتوفر ليهم بعد ما احنا شلنا السوق ده فانوفر لهم كمان عربيات تبقى موجودة في هذا المكان وياخدوا حاجتهم بشكل محترم وبشكل حضاري فارجو السيد المحافظ الجيزة تنسيق مع التموين مع جهاز الخدمة الوطنية مع امان الداخلية خدمة وطنية قوات المسلحة امان الشرطة مع وزارة الزراعة ودولهم عربيات كمان يبقى احنا شلنا عنهم المشاكل اللي بتتعمل والزحمة يبقى عندي منافس تتحرك يقدروا ياخدوا منها كل احتاجاتهم وبالمناسبة حاجات نضيفها جدا واسعار رخيصة جدا واسعار رخيصة يعني لو كلنا واحد ادروا كمان يودلهم عربية بكرة ولا حاجة سيد محمود توفيق وزير الداخلية لو امر كمان تروح عربية بكرة ولا عربيتين ولا ثلاث عربيات كمان من مبادرة كلنا واحد ايضا يودلهم السلع يقدر كمان يعمل خدمة للناس يبقى الناس ايه بيقول ان انا ما عنديش لا انا جايب لك لحد عندك اهو احنا شلنا السوق العشوائي عشان صحتك مش عشان حاجة تانية فنقدر نوديلك كمان عربيات اهو من مبادرة كلنا واحد اللي هي موجودة والسلع بتاعتها الممتازة والمساهم فيها مشارك فيها عدد كبير جدا من الجهاء كل السوبر ماركت اشتركوا في القناة